كان عيسى عليه السلام من الأنبياء الذين أوتوا معجزات عظيمة وكثيرة منها معجزة نزول المائدة وكان عيسى عليه السلام قد أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوما فلما أتموها سألوا عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم بأن الله تعالى قد قبل صيامهم وأن تكون كافية لأولهم وآخرهم فقيرهم وغنيهم وأن تكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم ولكن عيسى عليه السلام وعظهم في ذلك وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين فلما ألحوا عليه ذهب إلى المكان الذي كان يصلي فيه وأخذ يتضرع إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأنزل سبحانه المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنزل بين غمامتين غمامة فوقها وأخرى تحتها والملائكة من حولها وأخذت تقترب قليلا قليلا وكلما اقتربت منهم يسأل عيسى عليه السلام ربه أن يجعلها رحمة لا نقمة وأن يجعلها سلاما وبركة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ولم تزل تقترب حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول بسم الله خير الرازقين وإذا عليها من الطعام سبع أسماك كبيرة وسبعة أرغفة وخل وملح وعسل ورمان وثمار وكانوا يجدون لها رائحة طيبة لم يجدوا مثلها من قبل وعندما بلغ الخبر اليهود جاءوا ينظرون إلى سيدنا عيسى وإلى المائدة وما بها من عجب فأصبحوا في غم ونكد ثم أمر عيسى عليه السلام الحواريين بالأكل منها فقالوا له لا نأكل حتى تأكل أولا فقال عيسى إنما يأكل منها من طلبها وسألها فلما رفضوا أن يبدأوا بالأكل منها أمر الفقراء والمرضى وأصحاب العاهات أن يأكلوا من هذه المائدة وكانوا قريبا من الألف وثلاثمائة فلما أكلوا منها شفي كل من به عاهة أو مرض وكذلك الفقراء صهروا أغنياء فندم الناس الذين لم يأكلوا منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك الذين أكلوا ثم صعدت المائدة وهم ينظرون إليها حتى اختفت عن أعينهم كانت هذه المائدة بفضل الله تتنزل كل يوم مرة فيأكل الناس جميعا ولما أتم أربعون يوما أوحى الله إلى عيسى اجعل مائدة للفقراء دون الأغنياء ثم أمرهم بأن لا يخونوا فيأكل منها غني وأن لا يدخر من طعامها لغد فخان من خان وادخر من ادخر فرفعت المائدة وتكلم المنافقون في ذلك وشككوا الناس بعيسى فأوحى الله إلى عيسى بأنه سيعذب من كفر فلما قام الذين كفروا من نومهم في اليوم التالي وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خنازير فلما رأى الناس ذلك ذهبوا إلى عيسى يبكون فدعى عيسى ربه عز وجل أن يقبض أرواحهم وتحدث الناس عن هذه المعجزة العظيمة فآمن خلق كثير وازداد المؤمنون ثباتا على إيمانهم رجل صالح مؤمن بإرادة الله وقدره بعد ثلاث سنوات من زواجه لم تأتي إرادة الله له أن يكون أبا رغم عدم وجود موانع صحية له ولزوجته ويشاء الله أن يتوفى شقيقه وزوجته في حادث مروري تاركين طفلا عمره عامين فيقوم بكفالة ابن أخيه ولا اعتناء به عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم أو يتيمة لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات وقد تعلق قلب العم وزوجته بالطفل تعلقا شديدا واعتبراه ابنا حقيقيا لهما وبعد عام واحد جاءت إرادة الله ورزق الزوج بطفل من صلبه وكادت الفرحة لا تسعه هو وزوجته وقرر عدم التفريقة في المعاملة بين الطفلين واستمر هذا الحال حتى أصبح الطفلان شبابا وكان متحابين ومتفاهمين فيما بينهما وفي يوم من الأيام ذهب الرجل وزوجته لزيارة أحد الأصدقاء وبعد عودتهما إلى المنزل وجد ابنهما يبكي ووجهه ملطخ بالدماء فغضب الأب وزوجته بعد علمهما بأن ابن عمه هو من فعل به هذا وحاول أن يعرف السبب من ابنهما ولكن دون جدوى فقرر طرد ابن العم من المنزل وأخرجاه بعد تجريحه وإهانته وطلبوا منه عدم العودة إلى المنزل فخرج الشاب والدموع تملأ عينيه والحزن يسيطر على قلبه وأصبح يمشي بالشوارع والأزقة لعله يجد ما يأكله وفي الليل يعود لحديقة المنزل ليقضي ليلته فيها لعل عمه أو زوجته يشفق عليه وظل ثلاثة أيام على هذا الحال خلال هذه الفترة وفي خطة الجمعة سمع الابن من الخطيب تفسير قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وعلم أن الذي يقطع الأرحام يستحق لعنة الله فبكى كثيرا وأغلق عليه غرفته بعدما عاد من المسجد وفي المساء سمع الزوجان ابنهما يبكي بصوت مرتفع فدخل عليه واحتضناه وسألاه عن سبب بكائه فقال لهما والله ما يبكيني إلا حالة أخي وليس ابن عمي فكلما نظرت إليه وهو بالحديقة ليلا والحزن يملأ وجهه يزيد عذابي وألمي حيث أشعر بأنني قد قطعت رحمي عندما أخفيت عليكم حقيقة سبب ضربه لي وبقوة لقد كنت أتحدث معه وأثناء حديثي تمنيت لك الموت يا أبي أو مكروها يصيبك كي أنعم بثروتك فغضب مني وضربني دون رحمة وهو يقول مت أنت وترك لي أبي وكررها كثيرا ثم بكى لي وقال لي إن مات أبي سأموت معه فأنا أحبه أكثر من نفسي دهش الأب مما يسمعه من ابنه وذهب مسرعا إلى الحديقة وهو ينادي والدموع في عينيه أين أنت يا بني فلما وصل إليه وجده يعاني من البرد والجوع فأسرع هو وزوجته وحملاه إلى غرفته وقام بثدفئته وإطعامه وبعد قليل فوج أبي الأبي يقبله ويرتمي بين أحضانه ويعتدر له فابتسم ابن أخيه وأول ما قام به هو الذهاب مسرعا إلى ابن عمه يعتدر له ويطمئن عليه وفوجئ الوالدان بابنهما ينهض من على سريره معافا تماما فضمهما الأب بين ذراعيه وقال لإبن أخيه بعفوك عني عفى الله عني وأتم الشفاء لأخيك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أرملة فقيرة صالحة توفي زوجها بعد أن ترك لها ابنة واحدة عمرها عشر سنوات فقامت الأم ببيع الخضروات والفاكهة بالسوق للإنفاق على ابنتها وتعليمها حتى تخرجت ابنتها من كلية طب ورزقها الله بزوج غني افتتح لها عيادة بأحد الأحياء الراقية والقريبة من سكن الأم ورغم معرفة الإبنة كم عانت أمها وكم تحملت من متاعب لتحقق لها حلمها بأن تكون طبيبة إلا أنها عاتبتها عتابا شديدا لأن الأم بين الحين والآخر ترسل لها بالعيادة جارة مريضة وفقيرة لكي تقوم بالكشف عليها مجانا ومساعدتها في ثمن العلاج وفي أحد الأيام دخلت عليها في العيادة عجوز في الستين بصحبة ابنها الشاب ولحظت حرصه الزائد عليها فهو يمسك يدها ويصلح لها عباءتها ويناولها الطعام والماء وبعد سؤالها للشاب عن المشكلة الصحية لأمه وطلب الفحوصات سألته عن حالتها العقلية لأن تصرفاتها وردودها على أسئلتها لم تكن موزونة فأخبرها الشاب أن أمه منذ أن ولدته وهي مصابة بإعاقة دهنية وأنه من يرعاها ويهتم بنظافة بدنها وملابسها وعندما سألته لما لا تحضر لها خادمة وخاصة أن من هيئته يبدو ميسور الحال أخبرها بأن أمه مسكينة لا تشتكي ويخاف أن تؤذيها الخادمة وهو يقوم بخدمتها والسهر على علاجها بانتظام خاصة وأنها مريضة بالسكر فدهشت الطبيبة من بر هذا الشاب وأمسكت دموعها ثم سمعت الأمة تقول لابنها متى ستشتري لي اللوز والمسليات فقال لها الآن سنذهب إلى المحل طارت الأم من الفرح وقامت تردد الحين الحين فقال الابن للطبيبة والله إني أفرح لفرحتها أكثر من فرحتي بابن الصغير وأثناء ما كانت الطبيبة تقوم بقياس الضغط للأم سألت الشاب إن كان له إخوة غيره فأخبرها أنه وحيدها لأن والده قام بتطليقها بعد شهر من الزواج وذلك بعد إصابة عقلها لوفاة أبيها بين يديها وأن جدته هي التي كانت ترعاه وترعاها حتى توفيت وعمره عشر سنوات ثم سألته الطبيبة والدموع في عينيها هل رعتك أمك في مرضك أو تذكر أنها اهتمت بك أو فرحت لفرحك أو حزنت لحزنك قال الشاب متعجبا أخبرتك أن أمي أصيب عقلها وهي حامل بي وأنا أرعاها منذ أن كان عمري عشر سنين كتبت الطبيبة العلاج وخرجت شاب وأمه من العيادة التي أغلقتها الطبيبة بعد أن قالت للممرضة أحتاج للراحة اعتذري لمن بالخارج ثم ظلت تبكي من قلبها وبصوت مسموع وهي تقول هكذا يعاملها بكل بر وهي لم تكن له أما فقد حملت وولدت ولم تربي ولم تسهر الليالي ولم تتألم لألمه ولم تبكي لبكائه ولم يجا فيها النوم خوفا عليه مثل أمي والتي كانت تحمل أثقالا لبيعها والعودة بعد عناء اليوم متسمة وتظهر السعادة والفرحة لي رغم ألمها كم أنا قاسية وظالمة ولا أستحق هذه الأمة الرائعة أين أنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما ثم أسرعت إلى أمها تعتدر لها وتبكي بين أحضانها وتقسم لها أنها ستعيش طيلة عمرها فقط لتبرها وتكون تحت أمرها بل تحت قدميها ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر